سامة شوكري النهاردة وزير الخارجية جدد دعم مصر بشعب السودان في المرحلة الانتقالية ومع المهدي مع مريم المهدي اكدوا التمسك بالمقترح السوداني في مفارض صد النهضة السودان قدمت مقترح ان يتحول لربعية دولية مصر زي ما قال لساد سامة شوكري اكدوا على التمسك بهذا الخيار السوداني او هذا الطرح السوداني ومريم المهدي نشكر القاهرة على مواقفها وزير الخارجية السودانية قالت الخطر الحقيقي هو خيم اثيوبيا بالملء الثاني لسد دون اتفاق وزير الخارجية السودانية قالت حدود بلادنا معلومة وموثقة بالخرايا وقالت السودان لان يتنازل الحقوقي واراضيه على الحدود مع اثيوبيا شوكري قال ندعم مقترح السودان بتشكيل ربعية دولية بشأن مفاوضات صد النهضة وقال كمان ساد سامة شوكري بكلام واضح دقيق لا احتمل الجدل سياسات فرض الامر الواقع بشأن سد النهضة تعد تجاوزا اثيوبيا وقال المسار التفاوضي مع اثيوبيا تعثر وانقطعت المفاوضات ده خبر النهاردة يا جماعة التعثر عارفينه انقطعت المفاوضات نستنتجها النهاردة اكدها السيد سامة شوكري وقال المسار التفاوضي مع اثيوبيا تعثر وانقطعت المفاوضات الناس اللي بتعرف هذا الكلام مريم المهدي قالت سد النهضة يهدد السودان مباشرة بالعطش كده موضوح ما عدش فيه كلام دبلوماسي قالت انه سد النهضة والملء الثاني دون اتفاق بيعرض الشعب السوداني للعطش طبعا طالب السيد سامة شوكري وسيدة مريم المهدي اثيوبيا بيظهر حسن النواية والانقراض في عملية تفاوضية فعالة للتواصل الاتفاق اذا كانوا صادقين واكد كمان الوزيرين امد تواصل الاتفاق قانوني ملزم حول مالك وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح الدول الثلاثة واعربت مصر وسودان عن قلقهما ايسا تعثر مفارض صد النهضة التي تمت برعاية اتحاد افريقي واكد ان الملء الاحاري سيشكل تهديدا لامنهم المائي وزير خارجية ووزير خارجية السودان نتمسك بالمختلح السودان لتطوير اية مفاوضات الية مفاوضات رباعية خلال المرحلة القادمة طبعا ده الشق الاول من النشاط المهم النهاردة انه زيارة من رئيس وزير الخارجية السوداني سودانية السيدة مريم دكتورة مريم صدق المهد الى القاهرة لقاها مع سيد سامح شكري مباحثات موسعة ونقشات موسعة معمقة ثم لقاهم مما الاتنين مع الرئيس عبدالفتاح السيسي الموضوع العلاقات السنائية ده موضوع الموضوع سد النهضة ده الموضوع الاساسي والتصرحات اللي قدناها لحضراتكم